اشتركوا في القناة سنمر بالنشاطات المقترحة في الكتاب في كتاب التلميذ في الصوحة 56 بدءاً بأجرب وألاحظ ثم أفسر وأستنتج إذن فبدون إطالة مع التركيبة التي اخترناها المماثلة أو المشابهة للتركيبة التي وردت في الكتاب يعني توهيج مصباح بانطلاقاً من حركة يدوية إذن فلدينا هذه التركيبة لا شك أنكم لاحظتمها وتعرفتم عليها فهي تركيبة كهربائية مكونة من عجلة كبيرة مزودة بمقبض هذا العجلة تلامس دولاب الدينامو والدينامو يكون بطبيعة حال طرفها موصولاً بمصباح كهربائي إذن يقول في هذا النشاط أدر ذراع التركيبة بيدك وبسرعة ولاحظ توهج المصباح الشيء الذي نلاحظه أن حينما نقوم بإدارة هذا العجلة يدور الدينامو يتوهج المصباح لكن الأمر الأكثر أهمية كلما زادت سرعة الدواران للعجلة زادت سرعة الدواران للدينامو زاد توهج المصباح إذن هذه النقطة الأولى التي ننطلق منها قال ماذا تلاحظ؟ إذن هذه البيانات هنا لدينا هذا الرقم واحد هو المقبض الرقم الثنين هو العجلة ورقم الثلاثة عجلة الدينامو أو دولاب الدينامو ورابعاً وآخراً هو المصباح إذن قلنا الذي نلاحظه أن توهج المصباح يزداد بزيادة سرعة دواران الدينامو ثم يطلب مننا أن نرسم السلسلة الوظيفية الموافقة لهذه التركيبة إذن هنا الفعل النهائي هو توهيج المصباح انطلاقاً من حركة يدوية يعني تدوير العجلة إذن فنرسم السلسلة بعدما حددنا المكونات لها هنا اختزلت أو حذفت العجلة نستطيع أن نضيفها يعني لدينا اليد نتصل بالعجلة ثم العجلة بالدينامو والدينامو المصباح يعني نستطيع أن نجد أربع فقاعات إذن فالآن ما هي أفعال الأداء وأفعال الحالة فاليد تجهد أو تتعب وحينما تتعب اليد في تدوير العجلة فإنها تدير العجلة العجلة تدير الدينامو الدينامو يدور الدينامو حينما يدور يغذي المصباح المصباح يتوهج إذن نرسم مخطط السلسلة الطاقوية بالاعتماد على مخطط السلسلة الوظيفية يعني تبقى نفس الفقاعات نفس الأسهم فقط نستبدل أفعال الحالة وأفعال الأداء بمصطلحات الطاقوية إذن فاليد تجهد فالإجهد والتعب لا يرى فهو تخزين طاقة داخلية اليد تدير العجلة أو تدير الدينامو فهو تحويل ميكانيكي الدينامو يدور تخزين طاقة حركية حينما يدور الدينامو فإنه يحول طاقة إلى المصباح طاقة كهربائية المصباح يسخن ويتوهج فهو يخزن طاقة داخلية حدد في السؤال الذي يليه حدد الجمل التي اكتسبت طاقة والجمل التي فقدت الطاقة في هذه السلسلة إذن هنا نلاحظ أن الجمل التي فقدت الطاقة بكل تأكيد هي اليد فاليد تجهد وتتعب يعني إذا استمرت ستأتي لحظة من اللحظات لا تستطيع أن تقدم فيها المزيد إذن فالجملة الآن التي فقدت الطاقة هي اليد بما أن الجملة التي فقدت طاقة هي اليد فهي قدمتها لجمل أخرى فقدمتها إلى الجملة الموالية لها وهي العجلة والعجلة إلى الدينامو والدينامو إلى المصباح إذن فالجمل التي اكتسبت الطاقة هي الدينامو والمصباح بعد ذلك يقول صنف التحويلات الطاقوية الحادثة في هذه التركيبة إلى تحويلات طاقوية مفيدة وتحويلات طاقوية غير مفيدة بالنسبة لوظيفة التركيبة إذن لنرى التحويلات الطاقوية المفيدة أو التحويل الطاقوي المفيد وغير مفيد في هذه التركيبة فلا شك أن من اليد إلى العجلة فهو تحويل مفيد فاليد تقدم طاقة إلى العجلة لكي تديرها ومن العجلة إلى دولاب الدينامو كذلك هو تحويل مفيد لأنها تدير الدينامو ومن الدينامو إلى المصباح كذلك هذا تحويل مفيد لأنه يسخن المصباح فيتوهج إذن فبالتالي تلاحظ بأن التحويلات بين مكونات السلسلة أو جمل السلسلة فهي كلها تحويلات مفيدة كما ذكرنا من اليد إلى الدينامو هذا تحويل ميكانيكي وهو مفيد من الدينامو إلى المصباح تحويل كهرباء وهو مفيد الآن مقابل كل ذلك أو عند كل عنصر أكيد يحدث تحويل غير مفيد إذن على مستوى كل عنصر سيحدث هناك تحويل للطاقة نحو الوسط الخارج فاليد التي تقوم بالتدوير أكيد أنها تسخن وتتعرق وإلى آخر فهذا السخونة لا يستفيد منها الدينامو التعرق هذا لا يستفيد منه الدينامو إذن فهذا نسميه تحويل غير مفيد فهو متجئ إلى غير العنصر الذي نريده وبالتالي نقول عنه أنه متجه نحو الوسط الخارجي اليد نحن نريد منها أن تدير الدينامو سخنت وتعرقت وتعبت فلا يستفيد الدينامو من هذا إذن فهناك جزء من الطاقة يذهب إلى الوسط الخارجي ألاحظ أننا عبرنا عنه بالرمز كي بمعنى أنه يضيع على شكل حرارة كذلك الدينامو حينما يدور لوقت طاويل نسبيا نجده إذا لمسناه نجده قد سخن إذن فهو الآن ينشر حرارة فهذه الحرارة هل نحن نستفيد منها؟ هل يستفيد منها المصباح؟ إذن فهذه كذلك طاقة غير مفيدة يعني ضاعت إلى الوسط الخارجي المصباح كذلك رغم أنه يسخن لكي يضيع إلا أنه يسخن فيسخن الهواء الهواء هو وسط خارجي ولا يفيدنا سخونة الهواء لا تفيدنا يعني نحن نريد للمصباح أن يعطينا ضوءا فهو حينما يسخن الهواء أو يسخن السقف الذي يلامسه ويقاربه فنحن الآن نستفيد من هذه الطاقة فنقول عنها أنها طاقة ضائعة إذن لاحظ أن كل ما هو موجه نحو الوسط الخارجي عبرنا عنه بخط متقطع للدلالة على أن هذا التحويل هو تحويل طاقوي ضائع غير مفيد إذن فالتحويل المفيد يكون بين مكونات سلسلة كما ترى إما تحويل ميكانيكي، إما تحويل كهربائي، إما تحويل حراري، إما تحويل إشعاعي يعني هذه تحويلات مفيدة حينما تكون من جملة لأخرى بطبيعة حال في التركيب بعد ذلك يطلبنا أن نشكل الحصيلة الطاقوية يقول في جمل هذه السلسلة أحدد الطاقة المخزنة الابتدائية بعدما صنفنا والنهائية بين لحظات عين زمنيتين مختلفتين إذن الطاقة الابتدائية والنهائية المخزنة بين لحظات عين في جمل التركيبة إذن الجمل هي نفسها السابقة سميناها، إذن لدينا الجملة الأولى هي اليد وهي العنصر الذي كان أو الذي كان يملك الطاقة ومن اليد إلى الدينامو ومن الدينامو إلى المصباح إذن بين لحظاتين زمنيتين نختار الطاقة المخزنة عند اللحظة الزمنيتي واحد مثلا لحظة البداية قبل أن نشرع في التدوير قبل أن نشرع في التدوير كانت الطاقة المخزنة في اليد طاقة داخلية طاقة داخلية رمزناها بالرمز E1 الدينامو قبل أن نشرع في التدوير من المفروض طاقة المخزنة فيه EC1 منعدمة يعني لم يشرع في الحركة بعد إذن سميناها EC1 المصباح كذلك لم يسخن بعد فالطاقة المخزنة فيه هي E1 إذن إذا أردنا أن نتكلم عنها بشكل قيم فمثلا هنا قيمة الطاقة في اليد تساوي عشرة فالطاقة الحركية في الدينامو في اللحظة الابتدائية تساوي سفر فالطاقة الداخلية في المصباح تساوي سفر يعني نحن لم نقوم بالتدوير بعد سنحدد يعني نقوم بالتدوير للحظات مثلا يعني ثانيتين ثلث ثواني لا يهم المهم عند اللحظة T2 الطاقة المخزنة تصبح قد تغيرت يعني في اليد من E1 إلى E2 وفي الدينامو من EC1 إلى EC2 وفي المصباح من E1 إلى E2 بعبارة أوضح يعني لو قصت هنا الطاقة التي كانت في اليد من عشرة ستجدها نزلت إلى 6 مثلا 6 وحدة طاقة الحركية كانت صفر سيصبح الدينامو يدور يكتسب سرعة ويصبح في حالة حركة إذن فطاقات الحركية انتقلت من EC1 إلى EC2 المصباح كذلك لو قصنا درجة حرارته قبل أن يشغل وبعد تشغيل اللحظات سنجد أنه قد سخونة إذن ارتفع الطاقة من E1 إلى EC2 الآن نعطي الحصيلة الطاقوية كيف نعبر عنها إذن فكل جملة حدث فيها تغير للطاقة لا شك إذن فاليد قلنا كانت طاقتها الابتدائية الطاقة الداخلية كبيرة بعد التشغيل لزمن ما أكيد ستنخفض ليس بالضرورة أن تكون EC2 أكبر من EC1 لم نقل هذا إذن فلاحظ أنه اللحظة الزمنية الابتدائية رمزناها لها بT1 اللحظة الزمنية الثانية رمزناها بT2 إذن هنا لاحظ بأن الطاقة الداخلية انتقلت من EC1 إلى EC2 يعني ناقصت كانت توجد طاقة داخلية في اليد تساوي 10 صارت تساوي 6 لهذا عبرنا من اللحظة T1 إلى T2 بالاتجاه نحو الأسفل يعني والسهم يعبر عن اتجاه تغير طاقة الآن على مستوى اليد على مستوى الدينامو العكس من اللحظة T1 لحظة هنا وضعنا T1 في الأسفل يعني هي نفسها هذه اللحظة T1 إلى T2 كانت الحركة منعدمة صارت عندها قيمة موجابة من الصفر إلى 2 متر في الثانية أو 3 متر في الثانية لهم المهم صارت لديه سرعة فتزايدت طاقته الحركية إذن هنا تناقص في الطاقة وهنا تزايد في الطاقة نفس الشيء سيحدث على مستوى المصباح إذن لاحظ بأن المصباح كذلك من لحظة T1 إلى T2 طاقته الداخلية تزايدت كان بارداً أو عند درجة معينة منخفضة ارتفعت درجته فصار ساخناً إلى حد معين إذن هذا بالنسبة لكيفية تمثيل الحصيلة الطاقوية نمر إلى التفسير الآن بعدما شكلنا الحصيلة الطاقوية إشرح كيفية التعبير عن الطاقة لجملة بين لحظتين زمنيتين T1 وT2 نحن في التفسير الآن إذن كيفية التعبير عن الطاقة لجملة بين لحظتين زمنيتين T1 وT2 نحوصل ما ذكرناه إذن فحددنا لحظتين زمنيتين T1 وT2 ونراقب ما الذي جار للطاقة إذن نرسم عموداً داخل فقعة ونحدد بخط أفقي متقطع داخله بجوار أحد طرفيه موضع اللحظة الزمنية والطاقة المخزنة الابتدائيتين إذن مش قلنا قلنا نرسم عمود ونحدد بجوار أحد طرفيه اللحظة الابتدائية والطاقة الابتدائية المخزنة ثم نحدد داخل العمود بخط أفقي متواصل بجوار طرفيه الثاني موضع اللحظة الزمنية والطاقة المخزنة النهائيتين إذن هذا هو الذي نقصده وضعنا هذا الخط الأفقي بعدما رسمنا هذا الخط الأفقي وحددنا بجواره اللحظة الزمنية النهائية أو الثانية والطاقة المخزنة النهائية ثم نربط بسهم بين الخطين الأفقيين داخل العمود يتجه من الخط المعبر عن موضع اللحظة الزمنية والطاقة المخزنة الابتدائيتين نحو الخط المعبر عن اللحظة الزمنية والطاقة المخزنة النهائية يعني هذه بسيطة فالسهم الذي نرسمه يتجه من اللحظة الابتدائية إلى اللحظة النهائية من الطاقة الابتدائية إلى الطاقة النهائية سواء نزولا أو صعودا فالذي يحدد اتجاهه يعني نحو الأسفل أو نحو الأعلى بطبيعة حال هو طبيعة تغير وهي إما تزايد الطاقة أو نقصانة ثم في الأخير يطلب مننا أن نستنتج كيف يتم التعبير عن الحصيلة الطاقوية لجملة في سلسلة طاقوية إذن نستنتج أن كيفية التعبير عن الحصيلة الطاقوية لجملة في سلسلة طاقوية تعتمد على هذه المعطايا إذن يعبر عن الطاقة المخزنة في الجملة التي يطرأ تغيير على قيمتها بعمود كما هو مبين معانا يعني حينما نرسم هذا العمود ونحدد لحظتين زمانيتين ونرسم السهم ونحدد شكل الطاقة فأكيد هنا نحن نتكلم عن شكل من أشكال الطاقة أو نمط من أنماط الطاقة قد حدث له تغيير بين لحظتين زمانيتين إذن يعبر عن الطاقة المخزنة في الجملة التي يطرأ تغيير على قيمتها بعمود والجملة التي لا يطرأ تغيير على قيمة الطاقة المخزنة بها يعبر عنها بفقاعة فارغة إذن حينما لا يحدث تغيير بين لحظتين زمانيتين قال مثلا بعدما يسخن المصباح ويصبح يتوهج بشكل عادي فمن اللحظة التي يتوهج فيها بشكل عادي إلى ما بعدها من لحظات أخرى ففي هذه الحالة لا يحدث تغيير يعني لا تزداد سخونة المصباح ولا تزداد إضاءته فإذا قسنا بين لحظتين فهنا لم يحدث تغيير في الطاقة فبالتالي نمثل ذلك بفقاعة فارغة إذن قلنا في الفقاعة الفارغة تدل على عدم تغيير الطاقة بين لحظتين زمانيتين على مستوى جملة من الجمل المكونة للتركيبة إذن بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية في الأخير أسأل الله العلي القدير أن نكون قد وفقنا كما نأمل أن تكونوا قد استفدتم منها والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته